بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن احتلال البريطاني لمصر وقد سبق لي أن ذكرت الاحتلال الفرنسي لمصر ثم الاحتلال الفرنسي لجزائر ثم ها هو البرنامج الذي يتحدث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر والعلي في المستقبل يتحدث إن شاء الله عن الاحتلال الفرنسي للمغرب وهدفي من ذلك أن يكون عند الإخوة والأخوات صورة واضحة قدر الإمكان للتاريخ الحديث الذي غمضك على أكثر الناس أكثر الناس اليوم سمعوا بفضل الله تعالى في العشرين سنة الأخيرة هذه سمعوا تاريخ سيرة النبوية والخلفاء الراشدين الدولة الأموية الدولة العباسية الصليبيين التتار سمع هذا وأفاضل أساتذة أفاضل كثيرون تحدثوا في هذه التواريخ وكتبوا ونشروا أشرطا وانتشرت هذه الثقافة في الناس انتشارا معقولا قدر كان لكن أزعم أن التاريخ الحديث ما زال معضلة ومجهلة لكثير من الناس ما يعرفونه ولا يعرفون تفاصيله ولا يعرفون حتى الخطوط العريضة فيه ولا يعرفون الأحداث المهمة منه لذلك كان هذا السبب والله أعلم في بدء هذا البرنامج صفحات من التاريخ الحديث الذي سينتقل بين البلدان والتواريخ الحديثة إذا أراد الله وفسح في المدة سآتي على تواريخ أمتنا الإسلامية في عصر الحديث من المحيط إلى المحيط إن شاء الله تعالى حسب الأهمية والأولوية والقدرة والمكنة قبل ذلك وبعد وتوفيق الله تعالى هذه الحلقة أيضا أخصص عن الخلاف والمهاترات والفوضى الذي قامت في مصر آنذاك بسبب المفاوضات والمشكلات جو أو مناخ فيه خلاف واسع وكبير جدا ومنازعات بين أقطاب الوفد أنفسهم وبين من انشق عن الوفد والوفد وبين هؤلاء جميعا والقوى السياسية الأخرى في مصر وبين هؤلاء جميعا والقصر وبين القصر والإنجليز وخلاف لا يكاد ينتهي حتى يبدأ ولا يكاد يبدأ حتى ينتهي وهكذا في دوامة لذلك كتب شوقي في ذلك الوقت قصيدته شهيد الحق في الذكرى السابع عشر لوفاة مصطفى كامل رحمه الله ذكرت من هو مصطفى كامل في حلقات سابقة فلا أعيد باختصار هو باعث الوطنية في مصر لكن وطنيته كانت على دعائم من أركان الشريعة الإسلامية جيدة ولا بأس بها استطاع أن يؤسس نظرة متوازنة معتدلة إلى حد كبير في مصر آنذاك هو وخلفه فمحمد فريد رحمة الله تعالى عليهم فقال في بداية القصيدة كلاما رائعا قال إلامة إلامة الخلف بينكم إلامة وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة وأين الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان دامة وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلامة شببتم بينكم في القطر نارا في القطر يعني في البلد شببتم بينكم في القطر نارا على محتله كانت سلامة الله أكبر أبيات رائعة جدا تصور الصورة بحذافيرها في الحقيقة نار كانت خلافات ومهاترات ومنازعات أصعب وأكبر وأعظم من أن أصفها لكم ما يمكن أن أصفها لكم لطولها والملل الشديد لو حصل الذي ممكن أن يصيبكم أتحدث عن ثلاث وثلاثين سنة من المنازعات والمهاترات والمكائد والمؤامرات وكان كل ذلك على المحتل بردا وسلاما في أغلب تلك المدة وإلا في بعض المدد كان نارا على المحتل وإلى الحمد ومنه في الجهاد الذي قام بعد ذلك سأذكر لكم بإذن الله أيضا الحكومة الإجيزية دخلت تجبر الملك فؤاد في عدد من المرات أن يقبل الدستور أو أن يقبل الحكومة المعينة التي يريدونها وحدث هذا مع الملك فاروق وسأتي عليه بعد ذلك إن شاء الله وتعالى صارت هنا مشكلة مشكلة كبيرة صار الدستور والمطالبة بالحفاظ عليه والمنادات به وإلغاؤه وإعادته صار المطلب الأول للأحزاب المصرية والساسة المصريين وشغلهم كل الانشغال وشغلهم كل الشغل وانشغلوا به عن مطالبة الإنجليز بالجلاء والخروج من البلد يعني صار الدستور غاية وليس وسيلة وهذه المشكلة حدثت فعلا في مصر يعني اجتماعات لا تكاد تحصر وجهود هائلة بذلت ومؤامرات وكيد وكلام طويل واجتماعات لا تكاد تنتهي ولا تكاد تنقطع في سبيل المنادات بالدستور أو المطالبة بالدستور أو المحافظة على الدستور أو إعادة الدستور أو إلغاء الدستور أو تأسيس الدستور جديد وبعد ذلك يعني لم يبقى وقت وجهد كاف لمواجهة الإنجليز إذن صار هناك صنم تجهت إليه أنظار الساسة المصريين وهو الدستور والدستور والدستور وفرح الإنجليز بهذا الانشغال فرحا شديدا جدا لا شك منه لأنه صار الدستور غاية الغايات وصار أساسا لكل السياسة والتدبيرات وصار أساسا لكل السياسة والتدبيرات أيضا الكفاح الذي حدث من أجل الدستور كان كفاحا يعني ليس شريفا وتنافسا ليس عفيفا إنما فيه ما فيه من مكائد المؤورات والدس والوقيعة ولو كان على حساب القوى الشعبية ولو كان على حساب الهدف الأكبر وهو الاستقلال وإخراج المحتل الإنجليزي من مصر طبعا هذا أكيد وأكيد ومعروف من التاريخ الحديث اللورد ويفل قلت لكم هذا اللورد إنجليزي كتب كتابا عن إلمبي وصف افتتاح البرلمان الأول سنة 1924 قلت لكم دستور مصري 1923 نص على بدء حياة نيابية فنشأ برلمان 1924 اسمعوا أما إلمبي فقد كان يراقب هذا المنظر وهو مقتنع بأن السياسة البريطانية المجسمة في تصريح 1922 يعني أن ستخرج من مصر بشروط أربعة وكذا إلى آخرين كانت تسير في طريقها المرسوم فالوعود البريطانية قد نفذت رغم كل الصعوبات والبرلمان قد قام وعن طريقه سوف تستطيع مصر أن تخرج سياسيين مزودين بسلطات لا تناقش لأن السلطات برلمانية نعتراض عليها تخولهم هنا الشاهد المهم تخولهم ربط بلادهم مع بريطانيا بأي ارتباطات يرونها بأي ارتباطات يرونها ويعني لذلك هذا البرلمان في ستح سنة يوم سبت فأحمد محرم يعني يسب هذا اليوم وسب الأيام ما يجوز معروف يعني الله سبحانه يقول أن الدهر ابن أدم يسب الدهر ويذيني ما يجوز لكن الأبيات مهمة يقول سأتبع يوم السبت ما عشت لعنة يطير بها عاد من الدهر ضابح هو اليوم يوم الشؤم ضج نذيره ومر به طير من النحس بارح رمى مصر بالنكباء وانساب ناجيا كما انساب عفريت من الجن جامحه الأبيات فيها مخالفة شرعية لكن مصورة مصورة الوضع أنا ذاك وتحقق الإنجليز ما كان يريدونه من ضرب المصريين بعضهم ببعض وأصبح المغلوب منهم يلجأ إلى الإنجليز طالبا انصافه فيتظاهر الإنجليز بإقامة العادل ويسرعون إلى إنجاد المستغيث ويعرضون تارة أخرى أن هذا ليس من شؤون يمتدخل في شؤون مصر الداخلية وأصبحت كل الأحزاب تسعى إلى الكيد الخصومي عند المندوب السامي في مصر وبعد ذلك سار السفير الإنجليزي وفي الصحف الإنجليزية حتى يعني انتقل الخلاف إلى الصحف الإنجليزية فيكتبون مقالات ضد بعضهم بعضهم في الصحف الإنجليزية فهي فرحة المحتل الغاصب ويرسلون مندوبين إلى إنجلترا ليعرضوا قضيتهم تصوروا قضية الخلاف بين بعضهم بعضا تعرض في إنجلترا تعرض في إنجلترا فقط قضية الاحتلال والجلاء مآسي مآسي وكلام طويل أيضا كان الإنجليز في كل سياساتهم هدف واحد لا يتغير وهو الارتباط مع المصريين بمعاهدة ما يريدون إلا ذلك حتى يضمنوا بقاء مصالحهم في مصر فكانت كل المفاوضات تدور حول هذه القضية الأساسية عند الإنجليز ويردون إنشاء علاقة مستقرة أساسها الودو وتفاهم بين السادة والعبيد يستطيع السادة معها أن يناموا من أجفونهم وأن يستفيدوا من خيرات مصر وكنوزها لا يخشون انتقاضا ولا يخشون انتقاما كانت هذه العلاقة هي هدف ساستهم منذ كرومر المعتمد البريطاني الأول في مصر ما تغيرت وتغيرت الوسائل ربما لكن هدف واحد وقد عبروا عنها في كتبهم وتقريراتهم المرفوعة إلى بلادهم وفي صحفهم وفي مجالسهم النيابية وقد استطاعوا أن يحققوا هذا الهدف في آخر الأمر وقلت لكم مثال أن السعد بدأ ختم حياته كما بدأها مواليا للإنجليز واستطاعوا من وقت مهمة يقول أحد الكتاب استطاعوا بفضل الجيل الذي تعهدوه بالتربية والتنشئة والتدعيم ووالوه بالمعونة وبالتأييد منذ شبابه الأول ثم دفعوا به إلى صفوف ودسوه على مختلف الأحزاب وفي مختلف المناصب استطاعوا عن طريق هذا الجيل وعن طريق المتزوجين منهم بالإنجليزيات خاصة أن يحققوا كل أهدافهم وأن يقيموا ما سموه الصداقة الإنجليزية المصرية اسمعوا عن طريق التعليم ذكرت حلقة عن التعليم عن طريق التزوج بالإنجليزيات وتذويب الفوارق بين المحتل الغاصب وبين عبيده طيب وطبعا أشار كرومر إلى هذه النقطة إشارة واضحة جدا يجب أن لا ننسى أنه لسد النقص الناتج عن عدم الاشتراك في الجنس والعقيدة واللغة والعادات والتفكير التي تكون أساس الاتحاد بين الحاكم والمحكوم يجب علينا أن نحاول ابتداع ابتداع يعني التفكير في وسائل جديدة لمثل هذه الروابط بين الإنجليزي والمصري حسب ما تقتضي به الظروف ومن أكثر هذه الروابط أهمية أن يكون هناك نظام مدبر لعرض وجهات النظر التي تبدي عطفا معقولا على المصريين ولا يكون ذلك عن طريق الحكومة البريطانية وحدها بل يجب أن يشارك كل فرد إنجليزي في هذا الأمر وهو يشتغل بالإدارة المصرية أي فرد إنجليزي يشتغل بالإدارة المصرية لابد أن يظهر نوعا من التعاطف مع المصريين حتى يكسب منهم ما استطاع أن يكسب ولليجعل المصريين عدوتهم محددة مع المعتمد بريطانيا معوزات خارجية في مصر لكن هؤلاء إنجليزي في مصر أصدقاء لنا وأحباب قوم يتحدثون حديثا عجيبا وغريبا أكمله بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات كنت قد وقفت إلى في قبل الفاصل عند استفادة الإنجليز من خلاف اللقائم في مصر وأيضا خطة الإنجليز في تقوية الروابط مع المصريين أو مختلف المصريين كلام مهم قاله إنمبي بعد تصريح الثامن وعشرين من فبراير سنة 1922 هذا التصريح المهم سنة 1338 الهجرة قال إنمبي إن إعلان هذا الاستقلال الاسمي الوهمي طبعا يعود على بريطانيا بفائدة مؤكدة ما دام يمهد لعودة التعاون والتفاهم بين بريطانيا ومصر اسمعوا هؤلاء الأشخاص الذين يركزون على الأصول العامة ويركزون على الأهداف العامة ما يركزون على كلام الفارغ هذا يعني يسمى استقلالا وهميا وكذا فليأخذ المصريون استقلالا وهميا لا بأس عندهم مدام الجوج في مصر الإنجليزية ومدام الحكم واليا للإنجليز لا يضرهم هذه الأسماء أكد اللورد إليم بذلك بعد عودته إلى إنجلترا انتهت مهمته سنة 1925 وعشرين تقريبا سنة 1344 للهجرة حين قال في مأدبة عشاء إن أقامتها له الجمعية الإنجليزية المصرية اسمعوا لقد نفذت السياسة التي وضعتها الحكومة البريطانية ويعندي سياسة حسنة ولكن يجب أن تمهل وقتا كافيا وأن تظهروا شيئا من الصبر والجلد أي التحمل وإني واثق اسمعوا هذا الشاهد هنا خطير وإني واثق أن السواد الأعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا لماذا؟ لأن التعليم أيها الإخوة والأخوات قام على أسس إنجليزية وتحت رعاية الإنجليز وعناية الإنجليز وشراف الإنجليز ثم يقول وإني واثق أن السواد الأعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا وقد عملت دائما على إيجاد روح العطف بين البريطانيين والمصريين لأن من مصلحتنا أن نتخذ من المصريين أصدقاء لنا وحلفاء أصدقاء لنا وحلفاء من مصلحتنا يقول وهذه الفضيحة لأن المصريين إذا تعاطفوا مع البريطانيين وصاروا أصدقاء وذابت الفوارق ضعفت عقيدة الولاء والبراء في النفوس وهذا الذي جرى بالضبط أيها الإخوة والأخوات إذا ضعفت عقيدة الولاء والبراء في النفوس انتهى الأمر وهذا يعمد إليه المحتل الأجنبي في كل بلد عن طريق التعليم عن طريق تضييق على الصالحين والعلماء وطلبة علم الذين يوجهون الشعب عن طريق إيجاد أذناب لهم عن طريق التغريب الأخلاقي ويذيبون عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين حتى يتخذوا منهم أصحابا ويتخذوا منهم أصدقاء ويتخذوا منهم بطانة فإذا فعلوا ذلك انهارت كل الدعائم في نفوس المسلمين التي تقوم على عقيدة إسلامية صحيحة وأصبح مناداء بالجلاء يقوم على النفع وعلى المصالح والعواطف هذا يمكن التحكم بها بصورة أو بأخرى فإذا هذا الذي سعى إليه الإنجليز من اليوم الأول لاحتلالي بل من قبل الاحتلال بمدة مهدوا له كما قلت لكم في حلقات سابقات وأيضا اللورد لويد لويد هذا المندوب السلامي البريطاني بعد إلمبي خطبة له في فيكتوريا هذه فيكتوريا أنشأها الإنجليز في الإسكندرية كلية أنشأها الإنجليز في إسكندرية أكد هذا المعنى ذاته الذي تحدث فيه إلمبي يعني المسألة واضحة وواضحة جدا الوفد كما قلت لكم ما استطاع للأسف الشديد أن يوجه جموع الشعب لأسباب كان منها أيضا والإنصافا له أنه لم يستطع أن يتولى الحكم إلى مدة قصيرة من المدة الطويلة هذه الثلاثة وثلاثين سنة لمدة عامين أو أقل قليلا حتى برئاسة سعد زغلول من مارس إلى ديسمبر 1924 ولكن السؤال المهم أيها الإخوة والأخوات هل جنحت بريطانيا دوما لقضية الصداقة والتعاطف مع المصريين وإنشاء علاقات قائمة على الود ومحبة وصداقة مع المصريين أبدا يعني هذه إذا ردخ المصريون أو إذا لم تتضارب المصالح مصالحهم الخاصة مع هذه السياسة لكن إذا تضاربت مصالحهم مع هذه السياسة أو لم يردخ المصريون لا يمكن يعني أنا أرطيكم بعض الأمثلة المهمة بريطانيا استخدمت قوة طبعا في ثورة 1919 بقوة لجأت أيضا إلى استخدام القوة والتهديد عقب مقتل لي ستاك السردار الإنجليزي أي رئيس الجيش الإنجليزي في مصر والسودان وأرسلت إلى مصر بقوات بحرية وبرية جديدة وفرضت شروطا عني فساعتي عليها في 30 مايو 1927 أرسلت من مالطة إلى مصر ثلاث بوارج حربية للتأييد رأي إنجلترا في مسائل خاصة بتنظيم الجيش المصري وجاءت خمس سفن حربية بريطانية في 30 إبريل 1928 لتأييد الإنذار النهائي لحكومة البريطانية ولما قامت بعض الاضطرابات في يوليو سنة 1930 أرسلت إنجلترا سفن حربية الإسكندرية بورسعيد والسويس يعني يذكرون الناس دوما في مصر بما جرى من ضرب الإسكندرية في 1882-1299 للهجرة دائما يذكرونهم بهذا مقتل السردار البريطاني مهم جدا كان هو حاكم عام للجيش في مصر وكما قلت لكم كانت هناك مأساة ومهزلة اسمها أو مضمونها تعيين حاكم إنجليزي على الجيش المصري والبريطاني معا ليكون جيشا واحدا وكان أيضا هذا السردار حاكما للسودان قتل في مسألة ما أريد أن أخذ في التواصيل ولا تهمني ولا يهمني هو رجل محتل غاصب لابد أن يقتل لكن اسمعوا ماذا جرى ما إن شيعت قتلت البلاد جنازة السردار المقتول حتى كشفت بريطانيا عن أهداف أهدافها الحقيقية في مصر وأن قتل السردار ليستاك كان مؤامرة تنتصل من خلالها إلى أهداف معينة فتحرك إلمبي بقوات عسكرية قوامه 250 جنديا بأسلحتهم الكاملة ودخل مجلس الوزراء وقدم إلى سعد زغلول انذارا بريطانيا اسمعوا بالله يتلخص هذا الانذار بعد تهديدات وقحة طويلة وسعد جالس في رئاسة الوزارة أولا اعتذار الحكومة المصرية عن الجناية ثانيا متى تعتذر الحكومة إذا هي ارتكبتها أو إذا كانت عن طريق تراخيها أو تراخي قبضاتي على الأمن لكن مثلا ما حقق فيها بعد أن تبحث عن الجناة وتنزل من مشهد العقاب لاحظوا تعتذر أولا ثم تبحث عن الجناة ثالثا أن تمنع من الآن وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية إذن هناك أغراض رابعا أن تدفع للحكومة البريطانية غرامة قدرها نصف مليون جني ومبلغ هائل بمقايز ذلك الزمان خامسا سحب الجيش المصري من السودان إذن هذه قضية خطيرة هنا وتحويل وحدات السودانية التابعة للجيش المصري إلى قوة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدة وما هي الحكومة السودانية؟ هي حكومة إنجليزية طبعا محضر أي نجعل السودان تابعا لإنجلترا انتهى الأمر سادسا إطلاق يد حكومة السودان في زيادة مساحة أطيان الجزيرة من ثلاثمائة ألف فدان إلى مقدار غير محدد؟ سابعا أن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بحماية مصالح الأجانب في مصر وأن يعاد النظر طبقا لهذه الرغبات في شروط خدمة الذين لا يزالون في خدمة الحكومة المصرية وأن تبقي منصبين مستشار المالي ومستشار القضائي وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما كما نص عليها وأن تحترم أيضا نظام القسم الأوروبي في وزارة الداخلية واختصاصاته وقصة طويلة الإنجليز قاموا بها استفادة مقتل هذا السردار طيب إذن تتلخص هذه القصة في تصفية الوجود المصري تماما في السودان وأنا خصصت للسودان حلقة كاملة قبل ذلك لا أعيدها لكن أقول أن السودان انتزع انتزاعا من مصر للأسف الشديد وأيضا من أحد الأسباب كان من الرئيس الوزارة المصري الذي ما استفاد من حركة معينة وفرصة معينة قامت له وتضايق الأخوة في السودان وصارت مشكلاته وفي الأخير قرروا أن ينفصلوا عن مصر في مؤامرة طويلة إلى مجال ذكرها الآن وإعادة الحماية على مصر بطريقة تكاد تكون فعلية المستشارون يبقون امتيازات أجنبية تبقى القسم الأوروبي بزارة الداخلية يبقى إلى آخر هذا هذا أعلان حماية جديد وسعد قبل أربع بنود الأولى الاعتذار والمعاقبة ومنع المظاهرات والتعويض قبل هذا لكن ما يمكن أن يقبل الباقي وبقبوله البند الثالث سعد زغلول وهو وقف وقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية يكون قد وضع بينه وبين الشعب جدارا وجدارا كبيرا جدا لما لم يقبل سعد البنود الباقية تحركت القوات البريطانية واحتلت جمرك الإسكندرية طبعا هذا رمز للضغط واستقالت الوزارة وزارة سعد بعد عشرة أشر من توليها الحكم انظروا للطريقة التي تتعامل بها الإنجليز وهذا إليمبي الذي يقول أصدقاؤنا المصريون والتعاطف المصري ويريد أن أوجد تعاطفا مصريا انظروا ماذا يصنع إذا تضاربت المصالح البريطانية مع هذا التعاطف طبعا بعد ذلك عملوا وزارة برئاسة زيور باشا زيور باشا رجل ضعيف جدا لا قيمة له في الحقيقة الشعبية وجئ به لأسباب معينة زيور باشا هذا موصا به من الاحتلال وموصا به من القصر السراي سلم الأمر بالكامل وقبل بشروط إليمبي حاول أن يماطل في قضية 300 ألف فدان هذه وكتب إلى مندوب السامي البريطاني يرجوه تأجيل هذا القرار لأسباب صناعية ولأسباب تجارية وليس لأسباب شعبية فقد كان زيور يمثل كبار ملاك الأراضي في مصر وإطلاق يد بريطانيا في أراضي جزيرة في السودان يؤثر على أسعار المحاصيل الزراعية في مصر وخاصة القطن وما يريد هو أن يباع القطن المصري بأبخس الأثمان لأن مصالح كبار التجارس تتأثر بهذا وطبعا حدث ما حدث وجئ بوزارة الداخلية بإسماعيل صدقي وحصل في مصر اضطراب كبير وضخم عقب هذه القرارات كلها أنا فقط أتيت بهذا مثالا لنوضح الرحمة الإنجليزية والتعاطف الإنجليزي مع المصريين وحب الإنجليزي المصريين كيف يفعلون ويهددون ويقتحمون مجلس الوزراء ويهددون بلغة وقحة ويفرضون ما يشاء تحت حرابهم وتحت قوتهم في مصر الآن ذاك في حلقات القادمة إن شاء الله سيتضح أكثر فأكثر الفساد البريطاني في مصر والنظرة بعيدة تماما عن حقوق الإنسان وعن حريات وحرية التعبيل التي يتشدقون بها دوما وأبدا وأنهم قوم أصحاب مصالح لا أكثر ولا أقل إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته